السلام عليكم ورحمة الله مازلنا نسلم عليكم لأننا قررنا أن نكون في رمضان في مدرسة السلام مدرسة السلام الذي مضى وسنعيش معه في اليوم السادس من أيام رمضان لأن احنا قررنا أن احنا نخرج من رمضان بدرس نخرج من رمضان بمقرر نقرر فيه أن نحيا فيه برمضان على سنة الصحابة اللي هم كانوا بيعيشوا برمضان ستة أشهر ويستعدوا إلى رمضان ستة أشهر وإحنا قررنا أن احنا نخرج بدرس السلام فرمضان في هذا العام هو مدرسة السلام وإحنا في اليوم السادس بنتكلم في سلسلة السلام عن العيش مع الله مازلنا في السلس الأول وبنتكلم في العيش مع الله وبنتكلم فيه جزء كتبنا عليه البقاء في حضرة مولانا النهاردة عن نتكلم على سلام ما ينفعش نستمر في رمضان بالذات في رمضان من غير السلام ده لأن السلام ده هو اللي دفعنا أن احنا نتكلم في مسألة السلام من أول رمضان لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وده بيخلينا يوقفنا قدام سلام مهم جدا في حياتنا بنخفر عنه وفلما نخفر عنه يجينا واجع ويجينا ديق ويجينا حرج ويجينا حزن السلام ده هو سلام الإمداد سلام الإمداد معنى إيه؟ يعني سلام أن الله يعطينا كل شيء ولذات كذلك يسميه سلام الإمداد والعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله اللي مش هيعيش مع الله بالمدد إيه اللي حاصل؟ هيعيش في كل لحظة قطع من النكد من لا يعيش مع الله بالمدد يعيش في الحياة على الدوام بالنكد اللي مش هيعيش بالمدد وبلا حول ولا قوة إلا بالله هيشقى ولن تزيده العبادة إلا بعدا إزاي الكلام ده ده أنا بعبد ربنا صح بس أنت مش بتعبد ربنا بتعبد الصورة اللي أنت عايزها يراها ربنا لكن أنت لما تكون بتعبد ربنا بلا حول ولا قوة إلا بالله هتعمل زي حضرت النبي أفلا أكون عبدا شكورة ويمكن إحنا عارفين نموذك تاني بقى نموذك تاني بيوضح لنا إزاي لما الواحد يعيش بيحوله قوته بيحصل إيه تكون لنا عارفين قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي ما الذي حدث؟ إذا حصله إيه؟ كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض علشان كده بنقول اللي بيفقد العيش بسلام المدد والإمداد بيحس بقى أن كل الأبواب مقفولة التوبة والخوف والرجوع إلى الله صعبين جدا جدا وساعات يحس بالانهزمية والهوان والضعف وعدم القدرة والعجز والانهزمية ده شكل من أشكال فقدي سلام المدد فالشخص اللي طول الوقت حاسس أنه هو منهزم أمام الأحداث والتحديات وبيتدس عليه في حياته وحاسس أنه هو شخص مش شايف أي حاجة ممكن يعيش بيها أو فاقد الرؤية لمدد ربنا إيه اللي حاصنه؟ يبقى الإنسان ده يعيش في شقاء خلوا بالكم إن المدد حضراتكم يأتي على قدر الاستعداد يعني المدد دايما نقول كده زوق الإمداد على قدر الاستعداد يبقى أنت لازم تكون مستعد ليه؟ المدد حاصل حاصل الله سبحانه وتعالى يقول كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورة كل ممدود لذلك بعض الناس طب مين بقى اللي بيشوف المدد ده وبيعيش بيه على إنه سند وعلى إنه عون وعلى إنه فتح وعلى إنه بركة وعلى إنه نعمة المستعد لذلك بعض الناس لما يقول أنا مش حاسس برمضان بقوله أنت بحثت عن رمضان اللي أنت وضعته في عينيك أنت أنت بحثت عن رمضان عندك أنت لكن مبحثتش عن رمضان عنده هو سبحانه وتعالى فالحل هو أنك أنت تذهب إلى مولاك اللي هو مصدر الإمداد وما تعولش على نفسك ويجي ناس كتيرة في الوقت ده بقى لما هو مش حاسس بهذا السلام سلام الإمداد يقول أنا هدخل على رمضان بإيه لا عندي عمل صالح ولا عندي معرفة ولا عندي علم ولا عندي أي حاجة هدخل رمضان بإيه جاوبوا عليه هيدخل رمضان بإيه هيدخل على رمضان بالله فإنه لي آه صحيح أنت معندكش وصحيح أنت فقير وصحيح ما فيش في إيديك حاجة بس مين قالك أن رمضان ده مش هو الرمضان اللي هيخليك من الأبرار مين اللي قالك كلها عطايا من الله سبحانه وتعالى ولكن انت استعد وادخل على رمضان وانت مستعد أن انت تتلقى النفحات وهو ده أحد تفسيرات قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن لله في أيام ده أهريكم لنفحات ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لها يعني إيه ارمي نفسك عشان تتلقى النفحة استعد عشان تتلقى النفحة ويمكن ده اللي كان بيعمله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلمنا ازاي نتلقى ونتعرض للنفحات لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجيله أوائل الثمار اللي هو بشاير اللي احنا بنسميها البشاير كان يعمل ايه في البشاير برطؤان بقى لموه اي بشاير تمر يروح واضع على فمه وفي رؤية من عساكر يضع على عينه ويقول ان هي حديثة وعادن بربها ليس لسه جاية من عند ربنا مليانة بركة هي مش جاية عشان مش جاية بالنظارة دي لانها طازة جاية بالنظارة دي لانها مليئة بالمدد والبركة والنور والفضل عشان كده أو ده استعداد وتعرض للنفحات هو ده التعرض للنفحات اللي احنا عايزين نتكلم عنه وعايزين نبص لرمضان انه مليئ بالفضل والنور والنعمة لانه حديثه عادن بربي يبقى لازم تكون على يقين اول حاجة لازم تعملها في نفسك لازم تكون على يقين من دوام مدد الله لانه الامداد دي ليست متوقفة على عملك الكثيف فواحد يزعد يقول لي يعني ايه ليست متوقفة على عمل الكثيف يعني ما اعملش اقول له لا مش ده المقصود المقصود ان انت تكون متيقن وفيش حالة توقفك انك تستمر معاكش معاك ما معاكش قلبك موجود حس بانقباض حسس بفتح استمر فعشان كده عطاء ربنا مش متوقف على عملك الكثير ولكن على انه صاحب المدد الجميل سبحانه وتعالى الذي هو لطيف بعباده فلازم نخير فكرتنا ان الاحداث والليالي والايام وتكررها ايه حاصلت بقت خلية من المدد لا الله سبحانه وتعالى يكرر علينا الايام والليالي مش لان خزائنه قد فرغت ولكن لمعنى اخر لازم نتعلمه ان الله سبحانه وتعالى يعيد علينا العوائد لا لشيء الا لكي نتعلم ونذوق ان النعمة واسعة فالمشكلة نظرك انت اللي محتاج للتغيير مش ان النعم محتاج للتغيير غير نظرك وشوف وسع النعمة وسع النعمة هو الحل الوحيد اللي انت ممكن تعيش به في سعادة لان من تجليات العيش بسلام المدد ان انت تفهم قوله وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعاه وطول ما انت شايف انك واقف مع الاحداث لوحدك هيحصل لك وجع وقلم نشوف نتخلص منه ازاي بسلام المدد ولكن ده هنشوفه بعض الفاصل رجال حضراتكم وبأذكركم ان احنا كنا بنتكلم على كيف الانسان يعيش بسلام المدد وسلام لا حول ولا قوة الا بالله بدل ما يفضل خايف وعايش في الخوف من كل حاجة لا يدخل في مدد ربنا ويعيش ويفتكر دايما ويكتب على قلبه قوله وتعالى اليس الله بكاف عبدة ويمشي بهذا القول ولا يخاف من شيء ويستمر مع الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قادر انه يجنبه كل ويكفيه كل ما اهمه ويعينه على ما اقامه عليه وفيه لذلك لازم دايما نفتكر هذا البيت الرائع انا عبد رب له قدرة يهون بها كل امر عسير فان كنت عبدا ضعيف القوة فربي على ما يشاء قدير نعم ربي على ما يشاء قدير ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تخليني اقدر اعيش بسلام المدد وسلام الامداد ولا حول ولا قوة الا بالله ان انا اتذكر وسيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي وصاني بها ووصى بها سيدنا عبد الله بن قيس لما قال له يا عبد الله بن قيس فبيرد سيدنا عبد الله بن قيس قال لبيك يا رسول الله قال ألا ادلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله حد يكره يا سلام بلى يا رسول الله فداك ابي وامي قال لا حول ولا قوة الا بالله هي كنز 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 ليه كنز لان تمنح الانسان ما لا يستطيع ان يشتريه بالمال وهو السلام ما لا يستطيع ان يشتريه بالمال ان يكون لديه طمأنين انه اذا عاد الى الله سبحانه وتعالى سيقبله ان توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى انه سيذهب الى الله حتى ولو كان فارغا من كل شيء الله سيقبله كل هذا كنز الانواء لن يستطيع ان يدفع تمنه ولكن الله سيذهب ذلك هبة منه والسبب في كل ده ان كلمة للاستسلام والتفويض يستقبل بها الانسان مدد الله سبحانه وتعالى معترفا ومزعا انه هو كل شيء لله وان الحياة الله هو الذي يصنعها ولا صانع غيره ولا رد لامره ولا رد لقضائه وانه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى لما تعيش بلا حول ولا قوة الا بالله ساعتها بس هتقدر تفهم ان حتى العبادة اللي انت بتعبد ربنا بها وساعات تحس ان انت مستغن بها عن الله ايضا الله سبحانه وتعالى هو اللي وهبك اليها ولزاك انت في الصلاة في كل صلاة كل ركعة من الصلاة لازم تقول ايه اياك نعبد وياك نستعين يعني نستعين بك في العبادة يعني بدون عون الله في العبادة انت لن تستطيع ان تكون عابدا لابد ان احنا نعيش في كل حياتنا بلا حول ولا قوة الا بالله ودي وصية حضرة النبي في سنته صلى الله عليه وسلم ان في كل حياتنا نعيش بلا حول ولا قوة الا بالله حتى لما نيجي ندخل في البيت وده دايما يشعرك بالامداد امتسالا لقوله تعالى الذي جاء في سورة الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله لدرجة ان سيدنا الامام مالك بيقول ينبغي ينبغي دي كلمة عند الفقهاء ما بين الوجوب والندب وهي الى الوجوب اقرب ينبغي لكل من دخل منزله ان يقول هذا عشان البيت يتملي بايه يتملي بالمدد يتملي ببركة لا حول ولا قوة الا بالله وعشان كده سيدنا انس ابن مالك روع الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني اذا خرج من بيته بسم الله يتوكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله هيكون ايه لا يحصله يعني يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له ليس الله بكافر عبده انا ساتولى هذا كفيت يعني كفيت همك ووقيت المصائب وكمان كل الذي يفتح عليك باب الشر انا نحيته عنك ببركة ايه لا حول ولا قوة الا بالله ناس كتيرة بيبقى امنيتها ان هي تعيش بان هي مستقلة عن مدد الله ان هي تعيش بان هي اللي بتنجح هي اللي بتعمل كذا وهذا لا يتعارض بالعكس انت هتحس بلزة لنجاحك وتحس بلزة في حياتك لما تحس ان انت نجاحك ده عنده مدد عنده مدد يعني ايه عنده تمويل لا ينقطع لا ينتهي فمش هتوقف فالفكرة في العيش بلا حول ولا قوة الا بالله ان هي بتخليك في كل احوالك حتى في العبادة لما تكسر العبادة تكسر في العبادة وانت شعر بالفقر لله التام مش بتكسر العبادة عشان تتدلل على مولاك وتعرف ان انت في العبادة حتى في العبادة محتاج الى الله سبحانه وتعالى وبتعيش فيها ومستشعر فضل الله عليك في العبادة مش مستشعر ان انت لك مدنة ولا فضل على الله سبحانه وتعالى يبقى انت حتى في العبادة بتستشعر فضل الله سبحانه وتعالى ويحصل بقى عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وبين لنا النعمة في ده من انعم الله علي بنعمة فاراد بقاءها فليكسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله يعني ايه اللي حاصل وكأني لا حول ولا قوة الا بالله اصبحت كلمة شكر وحمد على النعمة عشان تبقى النعمة لازم نعرف ان كل الوصايا اللي احنا ذكرناها دي هذه مش مجرد وصايا لتحريك اللسان بل للوصول الى اليقين من العيش بحضرة الرحمن هذا ليس تحريكا لللسان هذا يقين من انك ممدود بمدد الرحمن هذا ليس تحريكا لللسان ولكن ان تعرف انك غارق في الاحسان بلا حول ولا قوة الا بالله فانت لازم تعرض المعاني دي على قلبك وتعيش بيها تخيل كده لو عشت بالمعاني دي واستشعرت مدد الله لا يمكن ابدا تعجز لا يمكن ابدا تحس ان في حاجة اتوقفك الكلام اللي احنا بنقوله ده بيعرفوا الناس اللي صدقوا في ده وعاشوا تجربة سلام العيش بالمدد والعيش بلا حول ولا قوة الا بالله الناس لما صدقوا ده شفنا الناس وهم فعز ازمتهم بيقولوا ايه ان معي يا ربي ساهدين فحاسس بان مدد ربنا لا ينقطع عنه وان الخير جاي وكدائما كنت اسمع من ام تقولي الخير جاي فالخير جاي خليني حاسس بمدد ربنا وان ما فيش حاجة هتنتهي وعشان كده تعالوا مع بعض نجرب نفسنا وانخوض مع بعض تجربة العيش بسلام المدد ولا حول ولا قوة الا بالله اول خطوة انت لازم ترتفت اليها اياك والبطالة اياك تبطل اياك تقف اياك تنتهي عن عمل لكن فكر كل يوم فكر يوميا ازاي تضيف لعبادتك عبادة جديدة او تضيف معنى جديد لعبادة ونوايا جديدة للعبادة يعني ايه انت رايح دلوقتي تصلي صلاة العصر وانت رايح تصلي صلاة العصر شوف حالك ان انت دلوقتي في ايه الله انا في حالي حاسس دلوقتي بان انا بحب الله فادخل على الصلاة بانك بتحب الله ان انا مشتقي الى الله ادخل الى الصلاة وانت مشتقي الى الله شوف انت دلوقتي ايه اللي حاسس بيه وادخل بهذا المعنى الى الصلاة هتحس ان الصلاة مش بتتكرر هتحس ان الصلاة بتتكرر يعني بتزداد حلاوة الأمر الثاني إياك تستظهر رزء من رزء الله سبحانه وتعالى لأن أصغر ما ترى قد يكون هو عند الله عظيم وهو مدد إلى الله ولذلك علمونا قول لا يقال لقليلك قليل فإنك لا تعطي لأحد القليل الله سبحانه وتعالى ما بيعطيش القليل دايما يعطي الكثير سبحانه وتعالى ولذلك العيب يكون في الناظر لا في العطايا والمناظر مش العطية هي اللي قليلة نظر العبد هو اللي محتاج يتغير لأن النعم لا تصف بأنها صغيرة ولكن نظرتنا لها هي اللي تخلينا نحس بأن النظرة القصيرة دي تحسسنا أنها قليلة ولذلك دايما بقول الحكمة اللي بحبها ضيق الرزق من قسر النظر ضيق الرزق من قسر النظر ضيق الرزق من قسر النظر وزيك أنت لو حسيت بمدد ربنا ووسعت نظرك هتشوف وسع رزقك تالت حاجة أنت لازم تعمل خدمة وتقوم بخدمة للناس ومحلال عمل التطوعي وانت شايف أنت بتعمله بلا حول ولا قوة إلا بالله ويا سلام بقى لو كانت الخدمة بقى تخدم فيها أسرتك وكمان حاول تشترك في عمال التطوعية كمان العمال التطوعية هتزيدك من النور والبركة والعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله لأن انت هتحس من اللي ادلك العطاء ده الله سبحانه وتعالى وآخر حاجة ما نصحك بها أنه يكون عندك دعاء بتدعوه في الفجر وفي العشاء تدعوه تقول إيه يا سلام اللهم إني دخلت في ساعة حصني لا حول ولا قوة إلا بالله وإليك وحدك فررت من مخاوفي على مستقبلي وأوهامي في عبادتي فاقبلني في أهل التسليم والسلامة من كل الأوجاع واكتبني في ديوان أهل راحة البال والرضا على كل حال يا سيدي أتيت بما يليق بي طامعا فيما يليق بك فأتيت بلا شيء أتيت بلا حول ولا قوة لمن بيده كل شيء فآمل وأسألك أن تعطي لي من كل ما تعطي به عبدا فقيرا أتى بلا شيء إلى من يملك كل شيء فأعطني مددا وكرما وفتحا وغنا وسعادة يا رب العالمين يا سادة أنا الحقيقة اللي يعيش بتجربة سلام الإمداد هيكون من أهل الإسعاد ويتخلص من كل الإبعاد ويأتي ويكتب اسمه مع سيد العباد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يعيش بمدد الله أقبله ويجربه سلام الإمداد وحكونا إيه اللي حصل لما عشت بسلام الإمداد بعد الفاصل التخي بحضراتكم وتلقى أسئلتكم مباركة وأجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجال حضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها يوم نجاوب عليها عشان نفضل موصلين دايما بالخير والبركة وبنور أسئلتكم اللي تفتح لنا مجالس العلم وتفضل دايما بتمدنا بشعاء من النور وكمان منتظرين تجاربكم اللي احنا اتفقنا اللي انت تبعثوانا على صفحتنا عشان نعرف ونزداد خبرة ونزداد بركة ونزداد نور بكل ما تقومونا به وناخد أول سؤال النهاردة من السيدة أمم محمد السيدة أمم محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضراتك طيبة وحضراتك طيبة وبصحة وسلام يا فاني الله واكر بس عندي سؤال حضر بك انا بقى لي تسعة ايام كده الجوز يرمى علي من طلاقة مم ولسه قاعدة ببيته قاعدة ببيته على الاساس اللي هو طبعا هيجهاز لفلوس الايبة وكده عشان طبعا انا من المحافظة هو ممحافظة قاعدة بيتي ده حرام ولا مش حرام طيب ايه المفروض اللي انا عملها له بعد كده بعد ما رمى علي من طلاقة طيب قلتا في حاجة ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نفتي نفسنا انتو دلوقتي لسه ما نعرفش انتو ايه حكم الطلاق اللي انتو ايه حكم اللفظ الطلاق اللي هو قاله ده وعشان انا افتي في لفظ الطلاق ده لازم اسمعه ولازم اتحقق منه ولازم اعرف تفاصيل ولازم اسأل عن نيته ولازم اسأل عن حاجات كتيرة جدا 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 طب ده يحصل ازاي لما اسمعه ولذلك مش هنقدر اقول لحضرتك اللي انت عاملها دلوقتي ده لان اللي انت عاملها ده ممكن تكون انت قاعدة مع جوزك مش قاعدة مع طليقك وحتى الطلاق ده لو كان طلاق شفه فهو الغالب كمان لو ان الطلاق واعف فانت قاعدة في بيت الزوجية فموجود لغاية دلوقتي ده مش هو ده القضية القضية ان لفظ الطلاق اللي حصل ده وقع بيه طلاق ولما وقعش فيه طلاق ده اللي احنا لازم نسأله فالتسلوا على مية وسبعة والتسلوا بينا او خلي زوج حديك اتصل بيه عشان ان نجاوب ان شاء الله معانا الاستاذة امل من المينيا اهلا وسهلا بك يا دكتور عمر اهلا بحضرتك جوا يا دكتور عمر والله والله انت طيب الله يرضى عنكم ويبارك فيكم ويزيدكم نور وبركة يا رب يا دكتور عمر ليه كذا سؤال يعني انا ما حاول التزمها وكده هويتي وعرف امور ديني فليه كذا سؤال الاول حاجة منفتر يا صائما يعني بص احنا منعمل عسير في البيت وبنوديه الجوامع وكده يفطروا بيه وساعات على طمف فهل ينفع بس ما فيش شربة مية او لابن بعد ساعات كنا منعمل عسير ونديه اللي نلس يشربوه هل ده ناخد الاجر؟ ان شاء الله تاخدوا الاجر لان مقصود رسول الله سلم ان اي حاجة يفطر بيها الصائم وكان ذكر الطمرة او شربة مية شربة المية دي كانت الادنى والطمرة دي عشان حاجة كمان كانت من بيئة رسول الله سأصلى يا دكتور عمر في سؤال تاني طيب بس اسمات السؤال لاولاني استني بس سامات السؤال لاولاني اعمل استاذ اعمل اسمات السؤال فاللي انت هتاخديه تاخدي السواب ان شاء الله كاملا اللي هو افطر الصائم السؤال اللي بعده ومن كرأ اخر ايتين في صورة الحرش يستغفر له سبعين الف ملك فانا بعمل كده هل هاخد اجر سبعين الف ملك عسى اتفضالي وفي سؤال تالت برضي يا دكتور عمر يا دكتور عمر هي النية كل حاجة خيار انا ما اعملها بالنسبة لولادي او في تعاطي او في كده بس بعد ساعات ما باخدش بال ان هي ممكن تكون يعني انا انا اشاهد عشان اتعلم منه واستفيد واتعلم امور ديني مش دينية يا دكتور عمر وعند ربنا تبنية وتستغفر لي الملائكة صحيح دينية ان انت قعدة وقصدى النية مش لازم تتكلمي بيها النية ده قصد في قلبك انت لو قصدها يبقى خلاص حصلت لك النية وده تحول الى عبادة وليست عادة يعني انت وقعدة يعني انا كده اجياد عشان اتعرف امور ديني اتعرف الصح من الغلط في سؤال مثلا انا عايزاه ففي حد يجاوب عليها كده هو ده صحة كده انا ماخد اجر يا دكتور عمر تاخدي اجر ان شاء الله بس هي المسألة كلها بس يا امل انت لما استاذ امل لما تيجي تقبلي على الله اهم حاجة يبقى تركيزك على ان ربنا يحبك يعني ايه ربنا يحبك اللي انت بتعمليه ده صح واستمر عليه بس تعملي مش عشان انت عايزة تجمع الحسنات دي ربنا يدهلك بصفاء نيتك وبحبك ليه فده عيحصل عيحصل فعملي العمل الصالح وخليك مقبلة على الله سبحانه وتعالى ومتحاوليش تعوضي التعويض مش هي دي فلسفة انت عندك رب كريم فيعطيكي وايباركلك وهتبقى في احسن حال نيتك اللي انت نويها تحضري مجلس العلم بانك انت تشوفينا ان شاء الله حصلك الثواب وان شاء الله حصلك ان انت بتتعلمي في مجلس علم وكذلك نيتك فيما يتعلق باولاتك او ما يتعلق بدا حصلك ان شاء الله الثواب وربنا يباركلك ان شاء الله معانا السيدة ام كرمة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باولا حضرتك يفضلت الشيخ لو حد ندر ندر ان هو يعني يجيب شيء يدبحه وكده هو حاليا مش قادر ان هو يعمل كده هو مش قادر يجيبه خالص بتقول ايه حضرتك؟ هو مش قادر يجيبه خالص هو ندر قال ايه؟ هو ندر ان هو يجيب يعني مثل خروف قال ندر علي اجيب في الوقت دوت ومش بعد ولا قبله ولا هو قال ايه؟ يعني هو تقريبا هو قال ايه؟ يعني هجيب حاجة مثلا اتبحه بنيته ان ايه مثلا يبقوا قويسين او كده طيب يبقى ندر علي ان انا اتبح مثلا شاء او اتبح اي حاجة لاجل ان ربنا سبحانه تعالى يأسر امور اولادي صح كده؟ اه طيب هو قادر يجيبه هو قادر يجيبه بعد كده ولا خلاص هو مش قادر يجيبه خالص والله حضرتك ده حاجة لسه طبع الظروف يعني هو الوقت مثلا ندر الندر ده مع المبلغ معين مثلا بس اللي هو شايله ايه يعني ايه للزمن او كده هل يفضل يجيبه من الندر ويعمل الندر ده ولا يعني فيه كفار او لا الافضل الافضل للفلوس اللي هو اذا كان هو ندر هو كده اوجب على نفسه وبقى الندر دوت خلاص بقى في زمته فالافضل ان هو يوفي الندر ده واذا كان هو مش مستطيع يعني لو كانت الفلوس دي مش مدخرة الفلوس دي للحاجات الاساسية بتاعت البيت يعني هو دلوقتي ده بفلوس المدارس دي فلوس الاكل والشرب ده فلوس الشهر اللي احنا هنأكل ونشرب فيه وعن ودي الاولاد المدارس لو ان احنا زبحنا الدبيحة دي مش هنلاقي ناكل او مش هنلاقي المدارس بتاعت الاولاد لا يبقى هو دلوقتي معهوش لان دي الحاجات الاساسية لكن هو لو ما عندوش لان ما ينفعش تجور يجور الندر على الحاجات الاساسية بتاعت الشخص طيب لا ما عندو لا هو عندو فلوس مدخرة لو حصل حاجة في الظروف لا يجيب بيها الندر ويتباحه لان هو ايه اللي حاصل الندر ده اصبح واجبا عليه فعليه ان يوفي به نعم استاذة مجدة تتفضل السلام عليكم يا شيخ عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيب ومتشكلة للمداخلة مع حضرتك على راسي يا فندي كنت بسأل حضرتك هل ممكن اصلي اه مع التلفزيون صلاة الفكر ما بيجبوها من الازهر او من الحسين فا اه اقدر اصلي معاهم يعني امشي وراهم في الصلاة طيب حاجة مجدة عندك سؤال تاني اجاوب على حضرتك يا رب يسلمك ويزيدك خير وبركاته حاجة مجدة مش هينفع ان نصلي ولا التلفزيون الفاتوى مستقرة على ان احنا ما نصليش ولا التلفزيون جماعة لان ليس هناك اتصال بيني وبين التلفزيون يعني لو النور قطع مش بس النور قطع لو حصل حاجة بعد الشر ابدا خالص 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 في التلفزيون او اي حاجة مش هنقدر نوصل الصلاة في الاقتداء بيها المسألة في الصلاة والاقتداء في الامام لازم يكون هناك وسيلة للتواصل معاه الوسيلة للتواصل معاه ان انا عشوف اخر الصفوف ان انا عامل كده هتقولي لي ما هو التلفزيون موجود وكل حاجة لا احنا لازم في اصل الحاجة اللي احنا قابلين ان احنا نقتضي بالامام بيها تكون فيها هذا الاتصال اما وان الاتصال ده مش موجود فالمستقر في الفتوى اني لا ما نصليش وراء التلفزيون ولا وراء الراديو ليه لان احنا ما عندناش اتصال ما بين الامام او ما بين الصفوف وما بيني وعشان كده ما ينفعش ان انا اصلي جماعة لكن انفع اصلي وان شاء الله لو انت نيتك كده ان مش بعيد عربنا اديلك الثواب ان شاء الله كريم سبحانه وتعالى حق مجد ان شاء الله ربنا يوسع ثوابك نعم السيدة مواليد من اسكندرية تتفضل ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته ازاي حضرتك يشكل سلام انت طيب بص حضرتك دلوقتي انا مش بعرف عرف وقتي بحضرتك وبنسى التشهد ايه مش عارفة التشهد ايه باجأ مثلا ايه اقول نصه ما بعرفش ربنا يخفل لي ومعليش سؤالين تانيين انا اسفة وبالنسبة حضرتك ولا انا بصلي جماعة في الجامعة وغزبا عني اه طلقت ريح مسلا اه اكمل الصلاة ولا اطلع من الصلاة واتوضى تاني طيب وبالنسبة حضرتك للي مثلا وانسيتك الرقعة الاخيرة مسلا مش عارفة انا صليت كم رقعة اعمل ايه طيب واضح من الاسئلة دي كلها ان حضرتك فيش سنة وسواسة كده او عندي وسواسة حضرتك جدير بس حضرتك انا بحلم اللي انا في السعودية على طول مش عارفة ايه حضرتك اللي انا على طول في السعودية يا ربنا اكتبها لك بس خلينا بس وبحلم انا ميش يا حضرتك شكرا لحضرتك طيب طيب اه استاذة استاذة موليد انت ممكن تكتبي لو انت حضرتك قلت لي ما بعرفش اقرأ وقت انت ممكن تحط السماعة وترددي يعني حد يسجلك الكلام ده بصوت بطيء وتحطي في السماعة وترددي على السماعة التشاهد وده في حالتك عايبقى جائز لغاية ما تحفظي التشاهد ده فدي المسألة اه مسألة تانية تانية بقى مسألة ان انت في صلاة الجماعة وحسيت ان انت بتخرج ريح معكونك عندك وسواس فده بيبقى لازم نراعي شوية لو كنت بيعملك في كل صلاة ده وبيحصل لك في كل صلاة ده وده كاترة ما قالوش ان انت عندك ثلث ريح يبقى ده من الوسواس يبقى ده من ايه من الوسواس طب وده ما انه واساس اه اللي حصل ما تخرجيش من الصلاة حتى تسمعي صوتا او تجذي ريحا بس ما تعمليش ما تخرجيش من الصلاة فشفت التفصيل ازاي الحاجة اللي بعد كده بنسيت الراكعة الاخيرة انت دايما لو ان ان انت على طول بتنسي على طول على طول على طول برضو هنعمل ايه؟ هنبني على الاكثر لو كان ده من الوسواس لان احنا مأمورين في الصلاة نفعل الشيء الذي يدفع الوسواس ومش الشيء اللي يدعم الوسواس فاحنا لو عملنا كده هنفضل طول الصلاوات لدرجة ان انا اعرف الناس الموسوسين يبني على الاقل ان هو صلى تلاتة فلما ييجي يصلي الركعة تانية دم انا كنت يصلي تلاتة فيروض يصلي وفيتزيد الصلاة الى سبع ركعات ولا ثمان ركعات لانه هو طول الوقت حسس ان فيه ركعة نقصة فاذا فاحنا بنعمل اللي يدفع الوسواس لو اللي يدفع الوسواس البناء على الاكثر هنبني على الاكثر خلاص يبقى سيدة سيدة موليد يبقى انتي هتسمعي اتشاهد وترددي وراء الامر التاني وتحفظ التشاهد بعد كده امر التاني ان الريح نراعي مسألة الوسواس لانه اذا كانت دا كاترة ما قالوش ان دا سلاس ريح وده بيحصل لك بشكل متكرر 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 يبقى خلاص وخاصة لو كنت بتروح المسجد لان فيه حاجات بتعملها النفس في بعض الاماكن تحسسك بالشئ دا لانه حصل تحرك لبعض المخاوف وبعض الاعباء وبعض الامور اللي عندها فنعمل كده لو ما فيه السلاس ريح وده بيتكرر كتير جدا دا سبب الوسواس يبقى مش هنخرج من الصلاة واحنا على كل حاجة ما نخرجش من الصلاة غير لما نسمع صوتا او الناجد ريح السيدة امو محمد تتفضل السلام عليكم عليكم السلامة احتراجات نعمة وفضل نعمة وفضل الحمد لله ربنا يزيدك من فضل ويا رب بقول لحضرتك عندي والدتي عمل عملية مركبة شريحة ومصامير في رجليها ما تقدرش تقوم خلص من عسرية يجمع لها بان تمامي الأجل والحاكل يا رب يا رب بس ألك الدعاء لها يا رب يا رب يا رب فهي دلوقتي هي مش بتصلي ممكن هي عشان مش عارفة تتوضى احنا ملبسنا مثلا حاجة كده عشان لو مش عارفة تتوضى تتيمم وتصلي اه هي بقى عندها حتة الوسوات دي يا دكتور اه لو كحت مسلا ممكن حاجة تنزل كده كل دي مشاعر كل دي مشاعر لان هي حاسة ان هي لحسن تكون ما بتصليش فربنا ما يكونش راضي عنها اه سيبني قولي لا قولي لا لا لو هي سمعاني قولي لا اسيبك من كل مشاعر دي سمعي وصلي صلي اه تيممي وصلي لو لو ما فيش حد اي كان الظرف اللي هي فيه او اللي تحتيها مثلا تصلي تصلي حتى بعينيها تصلي حتى براسها تصلي تصلي وما تسيبش الصلاة تتيمم اه شفت الوسواتس عملية اي خلينا نسيب الصلاة لا تتوضى تتيمم وتصلي تتيمم لكل صلاة يد للعاصل تتيمم وتصلي اه انا بس بسألك الضعاء لي ربنا يشفيها يا رب ويشف كل مريض شاء الله عاتبه زي الفل واتدع لنحمد ابني يا دكتور ربنا يهدهولي كده وهدلي العبادة والصلاة ربنا ينسح للحال يا رب ربنا يسلح الحال ويجعلكم في ساعة وبركة ونور وفي وصل وفي قرب من الله على الدوام يا رب العالمين السيدة المرحمة كل سامة حضرتك طيبة يا دكتور عام وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام يا فندي الله يخليك انا طلبة من حضرتك بس ان تدعي لأخوي أخوي عاجز شاب لسه ما اتجوزته وكمس حادثة وعاجز فتعبنا جدا مهما اقول لحضرتك تعبنا تعبنا وطعب مامته وطعب خواته وتعبنا كلنا مش مستوعب او مش مقتنع باللي هو فيه ده اللي انا طلبها من حضرتك طيب انا ادعينه واطلب منك طلب اول حاجة ربنا سبحانه تعالى يخفف من عليه ويجعله في سعة ويطم من قلبه ويريح باله ويجبر خطره ويجعله ان شاء الله من اهل الصبر ومن اهل الفتح ومن اهل البصيرة وفيعرف ان هذا تقدير الله سبحانه تعالى اللي هو يفتح عليه من بركته ومن نعمته لو انه استبصر في حال ان شاء الله بان الله لطيف بعبادي وان ده اللطف من الله فربنا يريه اللطف ويريه الكرم ويجلو بصرته ان شاء الله امر التاني نصحتي في حاجة اسمها سمعاني يا حاجة مرحمة ايو 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 في حاجة تانية مهمة جدا جدا احنا في الوقت اللي زي ده فلما يحصل الواحد ده بيحتاج لدعم نفسي لان فيه حاجة اسمها اثار ما بعد الصدمة لما بيحصل للانسان صدمات في حياته بيحتاج ان هو يحصل له دعم لو ان هو ما عندوش مصدر روحي يخليه كويس هو محتاج لدعم نفسي عشان يقدر يواصل ويتقبل الحال اللي هو فيه ده فهو محتاج يروح لحد يتلقى من عنده دعم نفسي ان شاء الله استاذة سارة تتفضل وعليكم استقامة رحمة الله بركاته الله يرحمه يا رب ويجعله في فسح الجنات يا رب عنده كم ان شاء الله ييله يقدره مそれ modo اجعله زخرا لكم ويجعله ان شاء الله فرتوكم على الجنة وان ان شاء الله يجعله ان شاء الله مفتاح من مفاتيح الجنة لكم ان شاء الله وده ايه يا ربنا افداتي شيك ربنا ازاني بزايا الصالحة تاني ربنا يا رزقك في الصرحة ويطيب خطرك ويهدي بالك ويرايح ويوسع عليك ويكرمك بما اكرم به الابرار والاصفياء والصالحين يا رب العالمين الله يبرك في حضرتك نعم استاذ وفاق تتفضل استاذ وفاقي تفضل اسف تفضل استاذ وفاقي استاذ وفاقي عليك في السماكات اتفضل يا استاذ وفاقي ازاك يا مولانا نعمة وفضل الحمد لله ربنا يديك الصحة والعطية ان شاء الله يا رب بحقي جاء المصطفى يا رب العالمين اتفضل اه يا استاذ وفاقي تكرمني تكرمني يا استاذ وفاقي بانك تواطي التلفزيون تسمعني من التلفول لو تكرمني اه خطرت اتفضل يا فاند اه من اتنين وعشرين سنة عندي اه غزات جنبة يعني فعمل لي عمل لي قلق جدا غزات ولا وسواس لا غزات فعلا من اتنين وعشرين سنة دكتور اللي قال لك كده دكتور اللي قد اه وبعدين الدنيا في الاخر كبسولة قد سبعة يعني اهول الصباح وبعدين قلت ده هتعمل لي اسم الغزات اللي صبعة ده طيب السؤال فين يا حج وفاقي مش وسواس والله يا مولان طيب السؤال فين حاضر السؤال فين يا حج وفاقي السؤال كل ما توضع يعني اه على طول الموضوع ده طيب اسألك سؤال الدكتور قال لك ان انت عندك سلس ريح اه طيب اقول لك تعمل ايه حج وفاقي وفي سؤال تاني بعد ايه حضرتك على رأسي تفضل انا يا خنيه هل بر الوالدين يؤجل النوط انا سأجاوب على حضرتك حج وفاقي شكرا ربنا محباش منك على رأسي على رأسي الاشياء الاول حاجة اذا كان في عندنا سلس ريح او سلس بول والدكاتر قالوا كده لان انا بخشف وكتب الاحيين من ان الحاجات دي بتيجي من الوسواس لدرجة ان الوسواس على فكرة ممكن يكون ليه اثار جسدية يعني يستشعر الانسان ببرودة او بحرارة زي حرارة وبرودة البول فهو ممكن يشعر بدا فالحاجة وفاقي بيقول لي لا ده الدكتور قال له ان هو عنده سلس ريح اللي عنده سلس ريح يعمل ايه يتوضأ لكل صلاة وبس يتوضأ لكل صلاة فقط يتوضأ لكل صلاة هو مش محتاج لا يستنجة ولا اي حاجة هو يتوضأ لكل صلاة فقط يتوضأ لكل صلاة ومش محتاج يستنجة محتاج بس يتوضأ لكل صلاة بس طيب السؤال التاني اللي قالوا انها الحاجة وفاية هل سلة الارحام بتأخر الموت الحديث قال من اراد ان يبارك له في رزقي وينسأ له في عمره فالياصر رحمه ينسأ له في عمري في عدة تفسيرات منها تفسير ان ربنا يبرك له في العمر بدلا من الناس بتحس ان ايام بتجري بسرعة بتجري بسرعة لا يا ربنا يبرك له في العمر فالحاجة اللي يعملها في يومين تلاتة تتعمل في ساعة فيبقى في ساعة في العمر يحصل بركة في العمر ليه؟ عشان ان الانسان اذا جاء اجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لعل دوت اللي خلاه بس وبعض الاحيين يبقى ايه اللي حاصل انه كتب له اجل واسع كتب له اجل ايه؟ واسع فيوسع له في اجل ايه؟ لان الله سبحانه تعالى فعال لما يريد يبقى الاثنين ممكن يجي التفسيرين التفسير الاميال والذي عليه كثير الناس اللي هو ان يبارك له ويوسع وبداية الحديث تشير الى ذلك من اراد ان يبارك له في رزقه فيبقى معنى انه ينسأ نو في عمره يبقى معنى انه ايه؟ يبارك له في عمره ايضا يبقى ايزا دوت المعنى الافضل في مسألة ينسأ له في عمره يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن هذا السلام العجيب السلام اللي ممكن يفتح القلوب ويخلوهم يدخلوا في حضرة المحبوب في كل وقت هو سلام الامداد وسلام لا حول ولا قوة الا بالله تعالوا نتجه الى الله انه يرزقنا هذا السلام فنقول يا سلام اللهم اني دخلت في سعة حصن لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة وإليك وحدك وإليك وحدك فررت من مخاوفي على مستقبلي ومن أوهامي في عبادتك فاقبلني في أهل التسليم والسلامة من كل الأوجاع واكتبني في ديوان أهل راحة البال والرضا على كل حال يا سيدي أتيت بما يليق بي طامعا فيما يليق بك فأتيت بلا شيء بلا حول ولا قوة لمن بيده ملكوت كل شيء آملا أن ترزقني من عطاياك التي تعطيها لعبيدك الفقراء فاعطني يا رب العالمين حتى أكون بك وحدك غنيا وفي فتح وفي كرم وفي مدد وفي سعادة يا أكرم الأكرمين اجعلني غارقا في مددك الواسع في كل وقت وحين يا رب العالمين